فرح عمورة ده فرح عمورة عمورة آخرين عنود لا فيه لسه أحمد وعندي أسماء مخطوبة يعني خلي بقى لك أنت حتكون بقى الخبرة بتاعهم بقى في الوقت ده هم مش عايزين نتجوز وأساسا لما أنا نتجوز ما حادش عايز نتجوز ما حادش في البيت عايز يعمل أي حاجة لما عمر يتجوز مش عارف ليه يعني حتى اللي عنده من ناس ما ينفعش لازم عمر يتجوز وهنعمل كل حاجة بعدين طب عمورة تعامل ألأ ليه في البيت كده عادي بطلب حاجات بسيطة والله يعني الحاجة تبقى مكوية الأكل يبقى متحضر لي أنا وأنا جاي مش عولة لازم أتكلمهم قبل ما يجي بساعة ونص حضروا الأكل وبتلعي لسه مش معمول برد لا لا حددتك أقولك على حاجة بس بالأمان حاجة بس أقولك على حاجة أنا هتكلم يا عمور بقى طب العيش لا أتكلم عشان قدام مع رصة أو حاجة تعرف هو بياخد ورك بحاله يقول لي لأ أنا عايز أنا عايز الدبوس كمان معاه يعني ناسا بيبقى عندي ناس كتير أنا حفظ كتير وكده فعايز أدي له نفس ورك عشان يكفل أسرة فاهمني أجل ديوله يقول لي لأ أنا عايز الورك هاتي لي بقيته وبأخذ بالليل كمان وبعدين ما بفاتش من منابه حاجة فاهمني اللي بالليل ولا حاجة ويجي يقول لي إيه الحتة دي بتاعت مين أقوله بتاعت أخوك جاي أخدها أما يلاقي بقى الساعة بقت واحدة اتنين خد منابه نص انت تعيبني يعني بص طب ايه تعيبني مميزات وتاني انت شايفها فيه بس هو مرح بقى بيجي البت يعمل فرحة في البيت بيعمل حاجة بس هو صحت الصبح بقى دي طب لما يتجاوز بقى انت الفرحة والمشاغبات دي هتروح منك فين هتجاوز بقى قريب منك انت عارف أنا مجاوزة خمسة هم على طول عندي بس أهم حاجة إن هم هدومهم في الدلبهم شرباتهم في الدرج عندهم ما يتسألونيش على حاجة انت فهمني يعني كان هم موجودين معاك هم موجودين معايا بس ايه هيكل الأزمة اللي عاملالها اللي أنا بطلب منها الشربات الصبح بصحيها حق مشروع ويهي مخبيها الشربات داخل دماغها ليه أنا برضو عايز أعرف ما أنا بخطبهم لك يا عامر ما أنا بخطبهم لك يا عامر يا الشربات بكتح دماغها لازم أصحيها واخد الشرب منها بس أقولك على حاجة ساعات ما لبسه فردة وفردة مشكلة في الشربات لا ده أنا بعمل خطة جامدة جدا بزبط بها الدنيا ايه قول لا ما أنا أحكي لك عنها بعدين بقى عشان ده سر المهنة لا 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 يعني بس عندي ابن صغير بخسله الشرب ورقبه أرقب الشرب أدف دلق رقب فيه هو يمشي آه ما أنا خايفي تحيتاخد ما أنا لو ما رقبتوش هيتاخد وهيجي يسألني عليه هو بيموت في الشرب ده آه عندي شربات كتير بس بيحب ده يقلع ويقولي يا ماما خسلهولي دلوقتي والله أنت زي السكر أجي أحطه على الحبل أو ده قاعدة بقى عمر الشرب ده مجي بتاعك آه عقب فاهمني آه والغاية ما ينشف واخده بقى شيله آه ويجي ابنة الشرب هو يا حبيب طب أنا عندي فكرة حلوة جدا ليه ما بتعملوش فيديوهات بقى فيديوهات آه عمر بيعمل عمر ليه ما بتعملاش فيديوهات كده لا وانا كنت بعمل لوحدي عايز أقولك ده هي زي السكر وعندها قبول وعندها بس أقولك على حاجة بس أقولك على حاجة أنا خليك أول هي وانا كنت بعمل لوحدي فترة آه بس ما خلاش حد بيشوف أنا كنت بنزلها بيني وبين صحابي بنهزر حتى كمان لما نزلت الفيديو بتاعنا كنت نقصد هزر أنا وصحابي اللي حتى كمان صحابي لما بنروحها أفراح هم لازل إلي مهما كده كل واحد عايز صدقتهم آه هو بيعمل فيديوهات كتير بس الفيديو بتاع ما تشار شلابية بس كده خلصت خلصت آه فبقى أقول له بين الوقت والتاني دخلني معاك في فيديو لا ده أول مخروض بعد كده إجباري بقى خلاص آيوان آه آيوان يعني كده فعمولها كويس والله وكل حاجة ومرح يفرحكم ويساعدكم حاجة أحلام